هناك سياسات خصوصية موجودة في المواقع مواقع التواصل الاجتماعي يعني تحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعض الكلمات فبالتالي حتى نتجاوز هذا الحجب يجب علينا أن نصل الكلمات الموجودة يعني مثلا كلمة شهيد إذا تم وضعها مثلا في الاقتباس أو تم وضعها في الستوريا على شدي المثال في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتم حجب هذا المحتوى تغييده بالتالي لو نزلنا محتوى عام غير عن الإحداث الموجودة عن فلسطين قد يصل لجمهور أكبر وهذا الشيء شفته في حسابات كثيرة من المشاهير أو الأشخاص المضامنين لذلك عندنا خيارين أما نفصل الكلمات نخلي مثلا بينها نقطة أو فاصلة أو غيرها أو يكون عندنا خيار وضع الكلمات بدون نقطة نستخدم اللغة العربية مثل ما كانت سابقا قبل عملية التنقيط حتى لا يتم حجب المحتوى الجانب الثاني الابتعاد عن الصور اللي فيها صور دموية لأن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تبتعد عن الصور اللي تكون فيها دماء أو غيرها وهذا يعتبرها نوع من مخالفة السياسات وبالتالي نحن نحاول ننظف الموضوع بالجانب آخر الشغلة الثالثة طريقة العبارة نفسها لنتهجم على الناس بشكل عام اليوم نعرف أن هناك احتلال إسرائيل لكن الهجوم بكلمات أو بعض الألفاظ قد تحجب المحتوى ونوصلها لهذا الشيء فقط نحكي لأن تقنيا ممكن هذه الكلمات التقاط هذه الكلمات حتى يحجب المحتوى يتم حجبها عن طريق الذكاء الاصطناعي وأيضا هناك فرق عمل موجودة في الشركات يتم فلترة هذا المحتوى الجانب أيضا المهم لما نشوف شيء عن القضية الفلسطينية تفاعله معه رجاء يعني إحنا اليوم عندنا غنوات أخباري وعندنا أشخاص مؤثرين كتبه تفاعله بالتعليقات تفاعله باللايكات تفاعله بالشير لأن هذا الشيء يقوي اليوم الدعم بشكل عام ونصيحتي أيضا الجانب الآخر جانب الاحتلال الإسرائيلي لأننا نتفاعل معه في كثير من الأشخاص يخطئون هذا الشيء اليوم أنت قعد ترفع المشاهدات للجانب المعادلنا وبالتالي أنت قعد تخلي تأثير أقوى منك فبالتالي هذه الشيء نحن نتمنى أن الجمهور يمتنع عن التفاعل مع الحسابات الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعم هذا الشيء لأن هذا الشيء يقوي الحسوات دورنا اليوم نقوي نفسنا اليوم نثقف نفسنا يوم قد تكون لقطة مثلا فيها أطفال هجر من مكان إلى مكان آخر قد نوظف هذا المحتوى من قانون الدول الإنساني اليوم هناك أشخاص طلب منهم مثلا الانتقال من مكان إلى آخر الوعي اليوم أيضا في الجوالب اللي احنا متخصصين فيهنا أمر جدا مهم خصوصا في جانب القانون الدول الإنساني لأنه اليوم قد تجاوز الأحداث تجاوز كل القوانين تجاوز كل شيء فإحنا محتاجين كل إنسان في تخصصه أنت دكتور تكلم عن تخصصك أنت رسام عبر عن موضوع بطريقتك أنت شاعر صيق أبيات معينة والأهم من ذلك هبا هو ترجمة المحتوى للغات أخرى اليوم الإعلام مغيب تماما عن ما يدور هناك فأنا عندي اليوم محتوى شاركته مع متطوعين بأكثر من سبع لقات في حياتي ما فكرت أن اليوم ترجمة المحتوى وتكلم عن شيء بلغات أخرى لكن القضية هذه قضية مبدأ الإنسان اللي ما عنده مبدأ لا يمكن أن يصل لرسالته إلى العالم